أزمة تلحقها أزمة وحرب تخلق أخرى وعمل سياسي معطلة كل أدواته هكذا عاش اليمن تحولاته بعد أيلول الأسود وهكذا طمست كل أحلام الانتقال إلى واقع سياسي واجتماعي جديد في اليمن لم تنتهي مآلات المشهد الكارثي للإنقلاب على الأوضاع الإنسانية بل قوضت المعادلة الديمقراطية التي قاتل اليمنيون منذ الستينيات لأجلها فصادر الحوثيون حق اليمنيين في خياراتهم السياسية وباعدوا بينهم وبين حلم الدولة وحضرت ثقافة السلاح كبديل لكل شيء منذ اللحظات الأولى لإسقاط صنعاء طفى على السطح مشهد انقسام القوى السياسية بعد تاريخ حافل بالخلافات وساد اعتقاد لدى بعضها بأن الجماعة المسلحة لن تنظي إلى أبعد من خطوة المطالبة بإلغاء الجرعة السعرية ولم ينظر الكثيرون إلى فداحة التبرير لميليشيا بفرض خياراتها العنيفة على المجتمع والدولة فتحول الانقسام بعد ذلك من مستواه السياسي إلى مصدر أساسي للصراع والاقتتال جرف انقلاب الحوثي وحليفه صالح كل أشكال التحول الديمقراطي والسياسي بتنصلهما من المرجعيات والاتفاقات التي كان شركاء فيها بمؤتمر الحوار الوطني وأدى ذلك إلى حشر القوى السياسية في مأزق جديد إما القبول بسلطة الانقلاب تحت ضغط السلاح أو رفض هذه السلطة والدخول في حرب لم تستثني أحدا تغيرت كل أشكال التموضع السياسي منذ ذلك التاريخ ووجدت قيادات أحزاب المشترك نفسها أمام خيارات صعبة وأصبحت موضعا للاستقطاب من الجميع وتحولت لأشبه بالرهائن وتم إجبارها على اتخاذ مواقف تتناقض مع طبيعة نشأتها لتتحول بعد ذلك من حامل لمشروع وطني إلى حامل لمشاريع عديدة منها إقليمية خاصة بعد التدخل العسكري للتحالف ودخوله أيضا على خط الاستقطاب السياسي للأحزاب حزب المؤتمر الشعبي العام دخل في قاعدة الاستقطاب والانقسام الداخلي والإقليمي كغيره من أحزاب المشترك وذلك بعد أيام من تخلص ميليشيا الحوثي من حليفها الذي مكنها من إسقاط البلاد وتجيير كل أجهزة الدولة لصالحها مسارات كارفية عاشها اليمنيون بجميع مكوناتهم السياسية والاجتماعية بعد سقوط الدولة بيد الإنقلاب وتدويل الأزمة اليمنية وفوضى شاملة خلقتها إرخاصات المشهد الدامي بعد استيلاء ميليشيا عقائدية على البلاد وإدخالها في نفق مظلم لا خيارات واضحة للخروج منه ترجمة نانسي قنقر